لدى استقبال سموه لوفد من الإدارة العليا بمجموعة هواوي أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن نجاح مملكة البحرين في استقطاب كبريات الشركات العالمية في مختلف المجالات يشكل دعمة قوية للاقتصاد الوطني ويؤكد مدى الثقة التي يحظى بها مناخ الاستثمار في المملكة وقدرته على فتح أفاق واحدة للنماء والتطور والنفاذ بسهولة إلى أسواق البطق والعالة بمؤفرهم من تسهيلات كبرى تجعل من المملكة الخيار الأمثل للاستثمار وأضف سمو أن قطاع الاتصالات والمعلومات في المملكة يشهد تطورا مستمرا يتواكب مع أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال والتي جعلت البحرين في الصدارة إقليميا ودوليا كمركز لتقنية المعلومات والاتصالات ومن بين أكثر الدول تقدما في مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضابية صباح اليوم وفدا من الإدارة العليا بمجموعة هواوي يتقدمهم السيد مارك زيومان نائب رئيس المجموعة والسيد جون لويد وونغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي البحرين وخلال اللقاء أشهد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تحقيقه شركة هواوي من نجاحات على صعيد تطوير التكنولوجيا الحديثة في قطاع الاتصالات عززت من مكانتها ضمن شركات الاتصالات العالمية الكبرى فيما أشهد السيد مارك زيومان نائب رئيس مجموعة هواوي برؤية الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاستثمارية والاقتصادية التي جعلت من مملكة البحرين بلدا يتمتع بمقاومات استثمارية وبنية تحتية قوية بوأتها صدارة مجالات الاتصالات والمعلومات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأكد الصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن مملكة البحرين حريصة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما يدعم جهود الحكومة وخطواتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة انطلاقا مما يشكل هذا القطاع من همية متزايدة في الارتقاء ببيئة العمال وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال تقديم مستويات ذات جودة عالية من الخدمات في مختلف القطاعات وأشدد سمو على أن الارتقاء ببيعة الأعمال والاستثمار يشكل أولوية في جميع خطط التنمية التي تتبنى الحكومة وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية عصرية ومتطورة فضلا عن المراجعة المستمرة لمنظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بمجال الاستثمار وجعلها أكثر مرونة وانفتاحا بما يعزز من مكانة البحرين كوجهة رائدة للاستثمار في المنطقة من جانب أعرب السيد مارك زيوم النائب الرئيس مجموعة هواوي عن خالص شكر وتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه المتواصل ودعمه المستمر لكل ما يرتقي ببيئة ومناخ الاستثمار في مملكة البحرين مشيدا بجهود الحكومة برئاسة السموه في تأسيس وتطوير بنية تحتية قوية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي أسهمت في تحقيق طفارات كبرى في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وقال إن مجموعة هواوي موجودة في مملكة البحرين منذ نحو 15 عاما وقد استطاعت أن تحقيق العديد من النجاحات ليس فقط على مستوى البحرين فحسب بل في المنطقة وذلك يرجع إلى ما تقدم حكومة البحرين برئاسة سموه من تسهيلات وخدمات متطورة حفزت الشركات الكبرى على المجيء للبحرين والاستثمار فيها والانطلاق منها نحو أسواق المنطقة اشتركوا في القناة